موسيقى نحن كمسيحيين مؤمنين بوجود الله ومؤمنين بوجود الله كواهب للحياة نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه على الله كواهب للحياة كما إن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته أنا هو القيامة والحياة آية صريحة جدا قالها سيد المسيح لمرثة أنا هو الطريق والحق والحياة قالها سيد المسيح لمين لا مش يحن اتقالت في يحن لا مش لماريون قالها الواحد شوفوا بقى يعني أنا معلش نهاقف فيها دي واحدة الآية الجميلة دي لها كمالة أجمل لا لا الكمالة بتاعت الآية دي إيه أنا هو الطريق والحق والحياة من يكمل لا يمكن أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي يعني آية حصرية عارفين أي يعني ما فيش غير طريق واحد فقط الآية دي اتقالت لواحد راحل مين لا مش في لوبس لا واحد راحل هند يبشر بلد فيها تلتمية وتلاتين مليون إله توما الرسول يعني يشوفوا كان تدبير إلهي طبعا أن الراحل هند والهند عندها كم إله تلتمية وتلاتين مليون يعني جوجل يعني هتلاقوا كده How many gods are in Hinduism أنا مش جبت الرقم عشوائي تلتمية وتلاتين مليون إله في الهندوسية راحلهم اللي تقلوا من سيد المسيح لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي يعني تلتمية وتلاتين مليون في واحد بس طريق واحد بس للحياة معلش أنا يعني دخلت شوية دفيت وهرجع تاني للموضوع المهم متى أظهر المسيح حياتنا وهكذا الله هو وهب الحياة طب فيه اعتراضات عن الموضوع دو أنت عملت قولي الله هو يعني اللي خلق كل شيء واللي أوجد كل شيء طب السؤال بقى اللي بيجي بعد كذا على طول لو الله هو سبب كل شيء وخلق كل شيء يبقى مين خلق الله مش من التسئل السؤال دو وبنتسئله من من أولاد صغيرين أنا ابني لما كان عنده سبعة سنين سألني السؤال دو من خلق هقول له بقى فلسفة وكذا هو هيروح مني وبنتسئله من الشباب ناضجين طيب مين خلق الله مش عاوزين نأخذ أكتر يعني الموضوع دو أنا كتبته في الكتاب Timeless Truth أنا أقول لحضراتكم عليه كتبت في Chapter Two Who created God من خلق ربنا أربع صفحات بس عاوزين نأخذ دقيقة واحدة للإجابة مين يساعدني بس يعني باختصار الخالق لا يخلق Very good أي تاني تعرف تعرف هو الخالق كسبب الأول فهو ملوش مبدئ هو ساب الأول ما مش حد تسببه هو السبب الأول أو العلة الأولى Excellent أي تاني أي تاني أصلي Excellent The origin الأصل Very good طيب الإعتراضات كما قلت لحضراتكم من هو السبب لوجود الله في بقى نسأل السؤال بدل ما تجاوب هذا منهج أنا أحب دائما أقوله للشباب أو هم المدافعين في الكليلية وقالوهم كده لا تجاوبوا على السؤال شوفوا إيه الغلطات والثغرات المنطقية في السؤال قبل ما تجاوبوا يعني إحنا عندما نتسئل السؤال نكون مندافعين جدا أنا عندي الإجابة عندي الإجابة لأننا عاوزين نجاوب يعني تلقائيا ما تجاوب استنى وشوف إيه المشكلة في السؤال دو من خلق الله في مشكلة أن أنت تقول أن الخلق تم والخلق لا يتم إلا في وجود عنصر الزمن لو ما فيش زمن ما فيش خلق لأن الخلق ده يعني إيه يعني أن هناك لا شيء وبعد كده في شيء النقطتين دول ما مقدرش ما يقدرش يحصل يعني يكون يتحققوا إلا في زمن فأنا لما بقول من خلق الله أنا بأفترض أن هذا الإله خاضع لعنصر الزمن وده إفتراض خاطئ ليه بقى لأن الذي خلق الزمن لازم يكون فوق الزمن وده قانون في المنطق اسمه القانون السببية بس كده لا ما تجاوبش على السؤال خلي اللي سائل السؤال يجاوب نفسه على السؤال زي مثلا أنا أقول لكم زي ما أقول لحضراتكم من هي عروس الشاب العازب سؤال منطقي بالضبط شوف يعني أريكم أمثلة لو هو شاب عازب يبقى ليس له عروس مش كده هجاوب أقول له إيه لو هو الله فعلا الله يبقى هو الذي خلق أو أوجد عنصر الزمن ولو أوجد عنصر الزمن يبقى لا يخلق لأن الخلق يجب يكون في زمن دي إجابة من إجابات كثيرة جدا لماذا أحاول أجري لكي لكي وقت كل شيء موجود في هذا الكون ممكن تصنفها من نوعين عقل ومادة عقل ومادة إلا العقل أوجد المادة أو المادة أوجدت العقل أيضا هذا كل منطق من الذي جاء قبل الثاني أو أوجد الآخر تعالوا نشوف هل المادة أوجدت العقل فكروا معايا مستحيل لسببين لأن إحنا أثبتنا أو العلم أثبت أن المادة لها بداية فاهمين قصدي فما نقدر نقول أن المادة أوجدت العقل أن لها بداية سبب آخر المادة ليست لها إرادة للخلق يعني زي ما قلت لحضراتكم الكورسي لو قاعد هنا خمسين خمسمائة سنة مش هيعمل حاجة لأنه ما عندوش إرادة أنه يوجد من لا شيء إنما العقل وارد أنه يوجد المادة لأن العقل كان قبل المادة والعقل تشير تشير وأن العقل قبل المادة الاعتراض الثاني هذا لا يثبت أن الله هو الخالق قلنا أنه خالق شخص عاقل عنده إرادة لكن لم نقول أنه السيد المسيح قلنا أنه السيد المسيح نرى أن نأخذ الأمور step by step واحدة التي خلقت عندما نتحاور معها هو التي توصل للاستنتاج بنفسهم من غير ما نقولهم أي شيء نظرية السببية أبنوب حبيبي أبنوب النظرية السببية مثل ما قال أبنوب أن فيها الحدث تقول الحدث لا يمكن أن يكون أكبر من المسبب أو المسبب 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 فاهمين قصلي يعني هناك حدث أو نتيجة وفي سبب أو مسبب حسنا مين قابل الثاني المسبب قابل الحدث قانون السببية يقول أن الحدث أو النتيجة لا يمكن أنها تكون أكبر أو أقوى أو أعظم من المسبب هذا قانون في السببية ممكن تدرسه فيه أكثر في ويكيبيديا بالإنجليزي اسمه The Law The Law of Causality طيب الآية الجميلة جدا التي أحبها في مزمور 94 بتقول الغارس الأذن لا يسمع الصانع العين لا يبصر هذا قانون السببية في المزامير يعني أنا خلقت العين كم بالأولى يعني سيكون عندي فاهمين قصدي ده اللي كان بيقول المزمور اللي عمل ودان ليس هو هيسمع هذا قانون السببية طيب تعالوا نشوف صفات العلة الأولى العقل الأول اللي احنا الدولة اتفقنا أن العقل يسبق المادة وفي علة أولى أو السبب أول غير غير مسبب السبب ده أوجد كل شيء تعالوا نشوف صفات من خلال قانون السببية تعالوا نشوف صفات ونشوف الصفات دية بتشير العلة الأولى في وجود الفراغ لابد أن يكون أو تكون غير محدودة بالمكان الفراغ ليس كلمة دقيقة هو المكان المكان لازم يكون فوق المكان أو لنهائي العلة الأولى للوقت أو الزمن لابد أن يكون غير محدود بالوقت أي أزلي ليس له بداية العلة الأولى لوجود الطاقة لابد أن يكون غير محدود بالطاقة أي قادر على كل شيء يعني كلي القدرة العلة الأولى للعمق والدقة والتصميم في هذا الكون لابد أن يكون عميق جدا أي كلي المعرفة عارف كل شيء عشان يقدر يصمم هذا الكون بهذه الطريقة العلة و العلة الأولى لوجود الأخلاق التي نرى ها نرى أخلاق في الحدث السبب يجب أن يكون كلي الصلاح العلة الأولى لوجود الأمانة جاستيس يجب أن يكون كلي الحق أو الحق المطلق العلة الأولى للمحبة الحب الإنساني يجب أن يكون محب أو محبة العلة الأولى للحياة لابد أن يكون مش حي واهب الحياة يعني محي الكاهن وهو في التوزيع في الاعتراف قبل التوزيع في الاعتراف يمسك الجسد الصينية يقول أؤمن أؤمن أن هذا هو الجسد المحي ففيه فرق بين حي ومحي إحنا كلنا أحياء إنه لا يوجد أحد من أنه محي هو بس واحد هو المحي لماذا؟ لأنه يمتلك خصائص هذه الحياة يمكن أن يعطيها لآخر لكذا لو نقرأ لو أحد يظهر من الإنجيل كرونسوس الأولى 15 آية 45 كرونسوس الأولى 15 آية 45 كرونسوس الأولى 15 من أجمل الإصحاحات في العهد الجديد كله كان الأباء الكنيسة الأوائل كانوا يسموها يعني قانون الإيمان الأول يعني يتقري الرسالة دي بتتقري في الجنازات الخارجات وبتتقري في بولس القيامة بالضبط بولس القيامة اسمها رسالة رسالة القيامة حد يقرأ لي كرونسوس الأولى 15 آية 45 حد تطلعها تفضل بالصوت عالي فهكذا أيضا كتكتب صار الإنسان الأول آدم نفسا حيا وأما آدم الأخير فهو روح باعث للحياة أنا كنت مستني كلمة تانية وصار الأدم الثاني روحا محيا يعني فهم قصدي الأول كان الإنسان الأول آدم كان نفس حيا إنما آدم الثاني روح محيا ففيه فرق من حيا ومحيا أنا عاوز عشان يكون في حياة في الأرض لازم يكون فيه واحد محي يمتلك خصائص الحياة لم يأخذ هذه الحياة من آخر إنما الحياة في ذاته عشان كده القديس يحن في إنجيل وقال فيه كانت الحياة هو وعشان كده السيد المسيح نفسه قال أنا هو القيامة والحياة نرجع ونشوف لا نهائي أزلي كلي القدرة كلي المعرفة كلي الصلاح كلي الحق كلي المحبة واهب الحياة نلاقي إن الصفات دي كلها تطابق صفات الإله الذي يعبده المسيحيون رب المجد يسوع المسيح كل دوة يا واحدة سخلا كل دوة بدون استعمال الكتاب المقدس وما بس أنا كنت يعني بستند إلى آيات عشان نثبت فكرة واهب الحياة في الإنجيل إنما كل دي من خلال القانون السببية إن لو شفت في الكون زمان ومكان وطاقة وأمانة ومحبة وحياة يبقى فيه واحد فوق الحاجات كلها يعني لا زماني كلية الكدرة كلية المعرفة وهكذا فاهمين قصدي وده قانون السببية الذي يشير إلى الإله الذي يعبده المسيحيون طبعا نحن نتكلم بالوقت مع ناس مثلا ملحدين أو غير مؤمنين فأقول لهم إنه تطابق الإله المسيحيين هل نرى فعلا هو كذلك كما يقول أو لا 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 يوجد أسئلة عبيطة خالص أه أه حسنا أنا تعريف السؤال يقول ما هو تعريف الحياة طبعا فاكرين أنني كنت أقول المبدأ لا يوجد أسئلة نحن دائما نحن نحب نجاب على الأسئلة أنا لا أحب أن نجاب على الأسئلة أنا أحب أن أرى السؤال ماذا وماذا لا يوجد تغارات لا تخاف لكن أرى أصدق ماذا تعريف الحياة أحد يعرفني أو يقول لي بسرعة لكي خاطر الوقت تعريف الحياة هل ترد على السؤال أن الإجابة العلمية أن الحياة هي حياة تتحرك ويحصل يعني تأخذ أكسجين وتتخرج كربون وتتكسر وتكبر ليس فجأة الخامسة بسرعة أنت جاوبت على نفسك بالضبط كده هي هذه الحياة كيف تعرف تعرف الحياة تعرف الحياة من خلال معرفتك لعدم الحياة تعرف تعرف الشر من خلال معرفتك للخير بالضبط يعني فهم يعني عكسها فأنا عارف ما هو الجماد الجماد الذي فهم قصلي يعني الحاجات التي لم تكن حياة ألا الهدف هذا سؤال ثاني هذا سؤال تعريف الحياة فأنا عارف أن الجماد لا يتحرك لا يتنفس كما قلت بالضبط يبقى الحياة هي أكيد هي ليس جماد الحياة وهو واحد عنده لها إصطلاح اسمها إن آنيمت versus آنيمت يعني لو في جوجل معلش وتكتب كلمة آنيمت 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 وكلمة الثانية إن آنيمت 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 أكتبها لك هتقولك تعريف الحياة آه ما كان حلو قوي لما اقولي دي الحياة دي مجرد كيميا ارجع فاكر عشرة اسئلة ارجع بقى واقول له طيب الحياة بتاعت اللي هي مجرد كيميا دي هل فعلا هو ده الواقع اللي انت عايشه من خلال اسئلة دي لو الحياة مجرد كيميا ما عندكش حرية ارادة نعم هو مقتنع بكده اقول له يروح اقول له امراته كده انا معديش حرية ارادة انا جاوزتك عشان الكيميا قالتلي اتجاوزك اللي عاوز اقوله هو مقتنع بكده انما الواقع مش كده هو عنده حرية ارادة في ان هو يسألك هذا السؤال ولا هو مبرمج ان يسألك هذا السؤال فاقي يعني ممكن نخش في فلسفات بقى مع يعني انا فعلا انا حر ولا انا يعني مجرد انسان آلي واسئلة كتيرة جدا نهارده في الزكاء الاصطناعي ابتدوا يعملوا زكاء الاصطناعي بنطق واسع قوي انه بدأ الانسان اللي قاله يبقى عنده ارادة في خبر بقول في احد المعامل اللي تبع شركة فيسبوك انه فوقوا ان اتنين انسان آلم اللي بعملوا عليهم التجارب ابتدوا لاغوا بعضيهم لدرجة ان هما نسفوا المعمل لانهم هم كمانوش خايفين يعملوا كنترول على ممكن يحصل فالنهارده العلم توصل انه ممكن يخلق مكنة حريط ارادة فورجيف مي يعني اسمحني هذا خطأ هقولك انا عارف الارتفائش الانتلجنس بأم جيدا الاصطناعي الصناعي ديه كلها مصبع fianغز يعني كود زي كمبيوتر وكو seamless اذا درهم بشكل 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 beyond شكرا اتعلم انه هو ما هو اي 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 كو تخ inicرة كون البوابولات يعني في احتمالات وفيه كود إنما أنت ما تقدرش تقول يعني ده يرجع لتعريف إيه هي حرية الإرادة يجب أن تتعريف يعني إيه حرية الإرادة هل أنت يعني عندك ملايين الاحتمالات بحيث أن أنت لو حطت الملايين الاحتمالات دي مع ملايين الاحتمالات دي مع الإنسان الآلي الآخر وعملوا مع بعض انفجار أو whatever هما كده بحرية إرادتهم لا ده كان وإنقاذ الهاتف وإنقاذ الهاتف بديهياً بلاش ساينس بديهياً أنت تتخيل إن مكانة من صنع الإنسان يكون عندها حرية إرادة إنها تعمل اللي هي عاوزة تعمله بديهياً نعم؟ 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 أنا أي سؤال تمتنا الإستعادة الآن أي سؤال كل اللي نبعد بعد الموت اي سؤال في موضوع وجود الله والاسئلة اللي احنا فرحناها قدام حضراتكم نتجاوب عليه تفضل لي مصير الانسان بعد الموت هقول لكم طيب المنطق بيقول ايه ان الانسان في هذا يعني حياته في العالم هو ايه مجرد ان هو بيتولد يروح المدرسة يتخرج يشتغل يتجوز يخلف يتقاعد ويموت هو بس هو ده الهدف في الحياة ومعنى الحياة لا تعالوا بقى نشوف ان في حاجة مش اقول فضيلة شيء ضروري لكل مسعى بشري هو الرجاء الرجاء يعني ايه انا مش بتكلم ناس مؤمنين ويعني الرجاء يعني ايه يعني انا بذاكر ايه الرجاء اللي ضمنيا مفترض في مذاكرة انا ارجو ان انا انجح مش كده انت تخيلوا بتذاكروا مفيش امتحان ومفيش شهادة هيكون المذاكرة لها طعم ده في امتحان وفيش هادة ومولهاش طعم فتخيل بقى ما فيش امتحان ومفيش شهادة مش كده طيب يبقى المذاكرة يعني فيها في رجاء للشهادة او او النجاح اللي بيتدرب عشان يلعب متش شكورة او وتفر كي تخيلوا مفيش منافسة مفيش بطولة مفيش كاس هتلاقوا ان في يعني هيحب يتدرب كده يعني فرجت ان عشان الهيلث والصحة يعني فاهمين قصدي بيتدرب لان في رجاء ليه فيما بعد التدريب في نجاح فيما بعد المذاكرة اخر حاجة اللي بيشتغل واحد راح الشغل انا رحت قلت له مثلا انت مش هيجيلك الحوافز مش حوافز الانكم كي السلوري بتاعك مفيش فلوس مفيش مرتب الكلمة بدور عليهم مرتب مفيش مرتب هتروح الشغل عشان يعني بتحب الشغل او يعني مفيش مرتب فانت بتشتغل ليه عشان اكل عيشك ومرتبك ممكن بقى نخش في خمسين مسعة في الحياة اللي احنا فيها تعالوا بقى نفكر بالمنطق ماشي بالمنطق لو الاجزاء اللي بتكون الحياة عشان يكون لها معنى لازم يكون في رجاء وراها بياند ات كم بقى وكم الحياة كلها اللي مكونة من هذه الاجزاء عشان تكون لها معنى لازم يكون لها ايه رجاء بعدها فاهمين قصلي انا مش ادرا الشحة بالعربي كويس سامحوني بس اي هوب ان الفكرة وصلت ناكس تاب مش بس ناكس تاب لا ترجو حاجة مش بس ناكس تاب اكبر من اللي انت فيها يعني المذاكرة ولا النجاح اني اعلى واكبر النجاح الفوز بالكاس ولا التدريب الفوز بالكاس يعني في 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 رجاء اعظم كيمة اكبر فالحياة مدام مكونة من هذه الاجزاء لازم تكون لها برضو قيمة اكبر فاهمت قصدي سؤال تاني حضرتك اني 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 اتفضل اتفضل لعلي صوتك عشان اسمعك موضوع لو كانت تحديدون من ثلاثة من الموضوع سيدي صحة ومع الناس الموضوع لو كانت تحديدون الحياة بعد الناس كانت حديث بيها والسؤال بقى إيه الناس تحديدون بعدم بعدم ينظرون بحقا لو كانت تحديدون بحقا فتعاوز تقول في منطق في الفلسفة اسمه كده absence of evidence هلقولها بالانجليز والعربي absence of evidence is not evidence of absence فاهمت قصدي يعني عدم وجود أدلة مش دليل بعدم وجود الشيء ده قعدة منطقية علشان أنا النهاردة ما تكلمتش عن الجغرافيا بتاعت مصر والسودان مش معنى كده إن أنا أجهل جغرافية مصر والسودان فاهم قصدي مثال يعني فاهمت قصدر أي سؤال آخر تفضل سؤال جميل جداً هو أنا بذاكر مش عشان اللي جنبي بيذاكر أو عشان الحقيقة علمتني أني لازم أذاكر أنا داخلي الحافز بتاعي existentially يعني وجودياً بذاكر عشان إيه وجودياً ملكش دعو بالجنبك هنا والجنبك هنا هو وجودياً بكوز الإجابات دي إجابات وجودية مش إجابات يعني للعلم بذاكر علشان اللي وراء المذاكرة لو ما فيش حاجة وراء المذاكرة أنا مشيكون عندي الحافز أو الموتيفيشن إن أنا أذاكر لا أقول صوتك بالضبط 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 بس أنت دلوقتي هاقولك حاجة هل هذا وهم؟ أنت قلت كلمة كبيرة قوي ده وهم في فكر الملحد آه آه في تكارت أنت بتقول كده آه آسف 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 يعني نحن 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 أخطيت أخطيت تفضل أو ما قالوناش إن في حياة بعد الموت ما دي قالها بوليس الرسول لما صعد إلى السماء السلسة مقدرش يقول هو شاف إيه لإن معبد الموت حاجات إحنا مفيش حد يقدر يعبر عنا بشاريا أنا بس إجابة ممتازة بس أنا بحاول أتجنب استعمال آيات هو إجابة ممتازة طبعا بس لما ما تحور مع ملحد ما بحبش أستعمل الإنجال الإكتام القدس أمر فما يدورش يتكلموا عشان عشان تتكلم نازل تعمل إيه تؤمن أمنت لذلك تكلمت صح ما قدوش يقول لهم كنا بيعايشين بس آخر سؤال ونقوله تعليق تفضل في كتاب اسم كتاب الذين عادوا للحياة الذين عادوا للحياة الكتاب ده بتاع كاتب أجنبي وكان الترجم للعربي وعمل مقدمة بتاعته الأنبغي القريس وكان فيه حديث عن كل الناس اللي هما اقتربوا من لحظة الموت أو اللي ماتوا إكلينيكيا بالأسامي وفي بلاد متعددة وقدروا يعملون مثلا زي ديكتر كتشوك أو كده ويرجعوا للحياة ويشاهدوا شهادة معينة بأنهم كلهم باختلاف دياناتهم باختلاف كل حاجة مشوا في طريق لغاية نقطة معينة وبعدين وصلوا لغاية عندها وارتدوا تاني بالدليل على إن فيه ممر موجود ويأكلوا نور وكلام زي اكسل في قناة اسمها بالعربي تجارب الاقتراب من الموت كل التجارب دي موجودة أشخاصهم بيحكوا فعلا ومترجمة تجارب الذين اقتربوا من الموت هو فيه اسطلاح بالإنجليز يعرفوا اسمه Near Death Experiences N-D-E Near Death Experiences يعني فيه بحر من الناس دي فيه واحد فيه كتاب اسمه Souls After Death النفوس بعد الموت كتبوا واحد اسمه Father Seraphim Rose هنتكلم عن ايه في الفقرة اللي جاية هنتكلم عن حاجة اسمها Relational Apologetics بس يعني ايه يعني الدفاعيات ندافع عن ايماننا من خلال العلاقات مش من خلال بقى ايه شوف بقى انا ايه هفرد عضلاتي عليك بفكري لا لا نخلط منشيب دي على جنب من خلال العلاقة مع الآخر ازاي ان احنا نعيش ايمان مش نعيش ندافع عن ايماننا من خلال العلاقات وليلهنا المجد الدائم الى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة